في اكثر جولات الزيارة الرسمية عربيا ودوليا حقق رئيس الحكومة بحسب مقياس الصحافة العالمية انجازات غير مسبوقة في التوقيت الزماني القياسي الذي ينطبق على عمر حكومة مصطفى الكاظمي الرجل استطاع على وفق خطط اطلق قراراتها ونفذت على ارض الواقع فعليا غيرتك التي دخلت حيث التنفيذ ويجري العمل عليها سيما طريق بغداد الحل الذي افتتحه الكاظمي ويضاف الى سلسلة مشاريع انجزها الرئيس لتفتح طرقا مهمة وحيوية وتعزز من نطاق المواصلة الاساسي في حياة المواطن الداخل وخارج كل محافظة من بين تلك المشاريع ايضا ذلك الطريق المهد الى مدينة بسماية وجسور في الناصرية والموصل وابرزها الطريق الحلقي لمدينة بغداد توقيت افتتاح الطريق الجديد بغداد الحل جاء في الفترة التي انتهت فيها الانتخابات ويستعد العراق لاستقبال حكومة جديدة لكن الكاظمي اراد ان يستمر العمل بمشاريع المواصلات سيما الهدف الاسمى هو تحقيق عراق في افضل صورة للاجيال المقبلة وهي رسالة للحكومة المقبلة في حال كان الكاظمي رئيسها وجاءت برئيس جديد مفادها تعزيز الاهمية المطلقة للمواطن قبل اي شيء لكن ردود الفعل من بين فئات شعبية واسعة ذهبت لتثمين هذه الجهود التي واكبها الكاظمي بتقديم رسالة الخدمة للبلد على اي هدف اخر وهو الاساس في مخيلة الشارع العراقية الذي يريد تحصيلا لصورة العراق ذلك البلد الذي دمرت كثير من شوارعه وجسوره التاريخية وبنيته التحتية بفعل الارهاب والحرب عليه ويريد تغييرا لمواكبة دول المنطقة والعالم